التصميم والإرادة من خلال تكرار المحاولات كانت نتيجتها إيجابية أحد طلبة الدكتوراه ينجح ولأول مرة بالعراق وعلى مستوى المنطقة بزراعة وإنتاج بذور نبات سكر الاستيفية فطالب الدكتوراه في كلية زراعة بشير الجنابي استطاع وبجهود وتكاليف شخصية من التوصل إلى بذور وسراعة نبات كان من المستحيل أن ينبت في بلد مثل العراق أو حتى في البلدان المجاورة بهذه الكثافة أو الكمية فمن المعروف عنه أنه يزرع في بلدان استوائية زراعة هذا النبات السيفية في أمريكا الجنوبية في بارغواي المكسيك مروراً في الأرغواي ويزرع في اليابان والصين أول مرة يزرعت بها الكمية والأول مرة على مستوى العراق والمستوى المنطقة أنه معالجة بذور النباتات طبعاً ألتقينا إلى فكرة أنه أغلب البحث الموجودة لزراعة معالجة البذور فأغلب الباحثين يأخذون البذور من النبات الأسيفية ويعالجونها يخلون منظمات نمو أو هرمون أو مغذيات وبعدين يزرعوا وبالتالي لا تطلع نفس النتيجة لكننا لدينا فكرة جديدة أنه نعالج البذرة وهي على النبات الأم أما الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع وبحسب ما يقول بشير فهي ليست بالقليلة وهذا ما دفع بعض المنظمات الأجنبية للتواصل معه ودعمه في وقت طالبت جهات الرسمية بتوفير الدعم له وتحويله إلى منتوج وطني هذه النباتات تحتوي على مادة اسمه استيفوليك لايكوسيد هذه استيفوليك لايكوسيد مستخلص المحلية طبعاً تباع بالأسواق العالمية تقريباً ما يقارب 150 ألف دولار الطن الواحد أما الأوراق تباع تقريباً ما يقارب يعني الأوراق الطن الواحد تباع تقريباً بـ 5000 إلى 6000 دولار وجدو الاقتصادية مكلش عالية أضافة إلى الخصائص الطبية أجدت نعم مظمات أجنبية دعمتني بهذا الموضوع وقالوا نوفر لك إن شاء الله يوفرون جميع احتياجات اللي يحتاجها بخصوص هذا النبات ونتأمل من خير ومن الحكومة نتأمل خير إن شاء الله تدري أن تهسأ خطينا خطوة كلش مهمة أنه أقلمنا النبات وزرعناها بالعراق هذه خطوة بحد ذات هي نجاح بشير واحد ربما من العديد من الأشخاص الذين يملكون أفكاراً إبداعية وتطويرية لكن المشكلة الأساسة التي تواجههم دائماً غياب الدعم الحكومي لتلك الأفكار التي يمكن تطويرها والاستفادة منها سيف علي قناة الفلوجة بغداد